نصر الله قريب إن شاء الله ولكن حتى يتحقق لنا النصر لابد أن نأخذ بكل الأسباب الممكنة يقول الله عز وجل وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اصْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ولكي يتحقق لنا النصر لابد أن ننصر الله حتى ينصرنا الله يقول الله عز وجل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم واخد بالك إن وإن ديه للشرط زي ما تقول لابنك إن زاكرت حتنجح يعني إن ما زاكرتش حتسقط يبقى عشان ينجح لازم يذاكر يبقى إن تنصر الله ينصركم فلابد أن ننصر الله حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتمسك بديننا وعقيدتنا نسأل الله يا أبناء أن ينصركم على أعدائكم اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أحصيهم عددا اللهم أبدهم مددا اللهم أرنا فيهم عظيمة آياتك اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر سننصركم الله بحوله وقوته فهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر فوق كل كبير اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر السوبيت مش هيسبونا أبدا هيعوضونا عن كل الخسائر اللي خسرناها في الحرب وهيبعطونا كمال أحدث الأسلحة اللي عندهم ده عبد الناصر اتفق معهم إنهم يبعطونا طيارات بطيارنها عشان يحموا مصر سلاحنا الذي ننتصر به كلمة الله أكبر نقولها ونملأ بها قلوبات فالله أكبر من عبد النساء ومن كل القوة التي تناصرنا يو ليه كده يا ابن الجدع ما قالش حقق غالب ماله هو مال الحاجات دي عامل لي فيها وطني قوي اللي عامل لي فيها وطني قوي أعيد لي كم سنة في السعودية كم سنة في الجزائر ده قرب يعمل بنك الشعراوي السعودي الجزائري ودي مالها دي ده مسادة عاوز جنازة وإشبع فيها لطن ده في الجامع تلاقيه في الإزاعة والتلفزيون تلاقيه ده قرب يطلع لنا بالتلاجة الناس تعبانة ومحتاجة ليريح وانت فكرك يعني هو أزعلان على الناس قوي وما يزعلش إزاي زغلول مش بلده وأهله وانت زعلان عليه قوي خدالية بنتشيخ الباب يكونش الشعراوي ده من بقيت أهلك ولا قريبي ولا كنت أعرف بس أنا بقى أعرفه وأعرف اللي جواه بالك يا أمم يوم ما نهزمنا في 67 رأى على الجامع وصلى ركعتين شكري الله أن احنا نهزمنا معقول معقول الكلام ده بس يا ابني يا أم الراجل اللي صلى جانبه في الجامع في الجزائر جاني الوزارة النهاردة وقالت يا أرحم الراحمين الحمد يا أرحم الراحمين الحمد يا أرحم الراحمين الحمد يوم أنت السلام يومك السلام يوم صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله المترجم للقناة 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 عشان يسجلوا معاك حلقة هيكلموا معاك في شوية أمور كده عامة وبعدين يدخلوا في حكاية الصلاة بتاعة الشكر اللي انت عملتها بعد الناكسة لي عايزك بقى شيخ محمد تستفيد وتقول كل اللي انت عايز تقوله بعض الصحف ادعت على فضلتك انك قديت صلاة للشكر في الجامعة الكبير بالجزائر لما بلغتك أخبار الناكسة وما وقع علنا فيها هذا ليس ادعاء يا سيدي وانما الوقعة حصلت فعلا كأن فضلتك شايف ان اللي حصل ده كله نعمة تستحق الشكر الشكر على النقمة رضاء بقضاء الله يقول رب العزة في حديث قنسي من لم يرضى بقضاءه ويصبر على بلائه فليخرج من تحت سمائه وليبحث له عن رب سواه ثم ما ادرك يا سيدي ان ما حدث كان نقمة وليس نعمة هو ميا كده لما حاجة تجون في دماغه ما يرجعش عنها ابدا نحن إنما نحكم على الأحداث من خلال مشاعرنا العابرة ورؤيتنا المحدودة بينما رب العزة يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بس البناء في ناكسة يونيو كان شديدا أقد مات عشرات الألوف واحتلت إسرائيل سيناء وأصابنا ما أصابنا في سمعتنا أمام العالم كله الذين فقدناهم في هذه الحرب ماتوا في آجالهم المحدودة وكانت نعمة الله عليهم أن جعلهم شهداء أما ما أصابنا هلعله يوقذ فينا العزيمة والإرادة ويدفعنا إلى مراجعة عيوبنا وتصحيح مسارنا فهزيمة تدفعنا إلى التقدم والصواب خير من نصر يغرنا ويدفعنا إلى التراخي والتخاذر الله أكبر الله أكبر عليك يا أبا الله أكبر ماشا الله ماشا الله يا أبا يا جماعة المزيع مش لا يكلام يقوله أبويا أفل علي من كل حتى كلمك حلو أوي يا سيدنا الشيخ لا يفتح عليك كمان وكمان يا رب وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها الله أنا دايماً ما أرى الآية دي أقف عندها له ربنا سبحانه وتعالى النعمة الله الوحدة هل هو أنعم علينا بنعمة وحدة ولا أنعم علينا بنعمة كثيرة نعمة كثيرة والحمد لله طب ليه ما ألش وإن تعدوا نعم الله لا تخصوها لأنه في وقع الحال نعمة الله هي نعم متعددة نضرب مثال لو خدنا مثل نعمة المال نرى أن صاحب المال يستطيع أن يستمتع بماله بما أحل الله له ويستطيع أن يعطي أقاربه ومعارفه فيجمعهم حوله ويطرد الغل والحسد من قلوبهم ويستطيع أن يعين المحتاج فيأخذ سواب الآخرة ويترك ورثته أغنياء ليسألون الناس وهكذا نعمة الله الواحدة هي نعم متعددة وإحنا كمان مش نازلين الشغل اللي لدي شغل إيه؟ شغل إيه يا روتا؟ حد فعل الكلام ديه؟ ده هم دول يومين الشغل التقال الناس مهمومة ومغمومة ومكتئبة وما حدش حيفك الهم والغم ده غير أنهم يروحوا الكازنو إنتي عايزة يمنني إيه بس؟ هو أنت من الشركة في الكازنو ديه؟ السرافي بقى وصبيني في حالي يا ختيك؟ وأنا كنت قلتلك تعالي اشتغلي معايا؟ ما أنا عندي اللي يسد في الشغل؟ الوضن أمروض روح يمين يا نمروضي روح يمين روح شمال يا نمروضي روح شمال ارمي روحك في النار عشان يهيرمي راحه حلوة قوي خليكي معسي نمروض ديه واسبيني أنا بقى يا بدرية يا بدرية أنت اللي صعبان علي يا يختي قعدتك في البيت لواحدك قعدة مع روحك عما لا تأخدي ويتودي بقى ده اسمو كلامي ده الناس لما بتبقى حزينة بتروح على كازن وبدور تفك عن حزنها بدور نفسها غير أنا في الهم والحزن ربنا يتوب علي منه أني بقى نفسي حد يجي كده ويقول الكازن وديه ولعه بقى حتة فحمه إلهي وانت جاهي يولع يا لهوي وانا زنبي إيه يا أختي ده أنا حطى فيه شقة عمري أهلا واعرف بس مني اللي مكان رائع كثير أيه هم الناس وقرهم وحسدهم وعنيهم والمدورة اللي قد كده على إيه مش كفاية خسرت ابني اللي مليش في الدنيا غيره ما ديلي كم شهر ما شفتوش نسعت الشيخ أمين مجال الكازن والزمان الحكاية كلها تعرفت في البلد وتلاقيه مولع من ناحيتي إسلام عجبها يا بدريا وما بياخدوش أجازات لا بياخدو لهم كل شهر أجازة هو يا حب تاني اللي ما بيرداش ينزل حسن نتقابل أنا وهو صدفة أنت فاهمة ديه شو هي عليا مين اللي قالك الكلام ده بس يا بدريا؟ ابن عم كامل معه في السرية بتاعتو قالي أن كل ما يجي عليه الدور في الراحة يتنزل عنها لحد من صحابه شايفة داه بيكرهني القلب تلحفه عشان يشوفه أهليهم هو زهدني وزهد الدنيا كلها بسببه طب وإيه رأيك بقى في اللي خليك تشوفين ياريت يارو طب ياريت بطبار بشغل عجبها وإني قلبي وكيلي عليها لو حصل له حاجة هو زعلان مني أني عمري ما حسن نحن نفسي قابل وغلوتك يا بدريا عندي لخليك تشوفين هو مش فابو سلطان برضو يا ختي ايه يا ابن عم كامل جاب لنمريته والفاصيلة بتاعته أنا اتفقت مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة إن احنا نعمل حفلة كل أول شهر للجنود عجبها الحفلة اللي جاية إن شاء الله في فايد هكلم القائد يبعث يجبولك لحد عندك تشوفين بجاب ياردي أرو طب بس أحسن انكسف مني قدام زمايله فاوز المطر بتاع فرقيتنا عامل أغنية وطنية هيغنيها للجنود عجبها وهو رايح ابو سلطان احنا كمان هنروح معاه وهخلي القائد بتاع إسلام يجبهولك لحد عندك وتملي عينك بيه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المعتدون صدق الله العظيم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا عامل زغلول يا عامل زغلول أبوك مجاش ليه يا عبد الرحيل يا عامل زغلول أبويا مسافر وأكيد لغادي الوقت ماخدش خوابك ولا طيب عامل زغلول أنا ربنا ساهل وأنزل مصر دلوقتي وربنا عطرني فيه ربنا أرزقه برزقكم يا سيدي وافتحها في وشه ونخليك عامل زغلول وشد حيلك شد حيلك المقر شد بالله سامو عليكم مكن بلاش انتر أخر أنا دايماً المقرى الآية دي أقف عندها له ربنا سبحانه وتعالى النعمة الله الوحدة هل هو أنعم علينا بنعمة واحدة ولا أنعم علينا بنعم كثيرة يا سلام كلام مخرش الماي دماغه دي متكلفة يا جدعان أما ليه رأسه دي بقى أنا اللي موضبها وعارف كل اللي فيها بحق ربنا مولانا كان وكل الجو والليلة بقولكوا دماغه مليئانة عارفينه أنا بحلق له لما ميل دماغه كده ولا ميلها كده حس انها تقيلة لما أخذك مش زي دماغاتكم فاضية وحلقة دي النهاردة تسعة على عشرة وليه بقى مش عشرة على عشرة بص بص إحلاقت مولانا ما قالها بص عاملة زي القطف مش بتساوية واحدة تخينة واحدة الفيعة يلا منه لله اللي كان السبب قطع السانة دماغه مولانا يقولي أنا ما بارتحش لأي حد جيرك لحط ييده على شعر السلام الله 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 وحيا بقى جماعة الله لتالب جد الجد بقى عارفين ان البرنامج بتاع النهاردة ده ما يعيبوش غير حاجة واحدة بس الملابس اللي هو لبسها دي مباح كاكة كده عليه بص ظهر انه مفصلها عند واحد غشير انا غشير يقالي حياة اوالله اوالله بطالوا يا جماعة بقى فضوها سيرة مولانا لعلمك بقى مولانا لما جريح الجزائب انا مفصل الهدوم سنة قدام بنفسي ايوه يا خوة ما اتلاقيه فرقها على الغلابة هناك مولانا معروف بيحب دايما يعمل الخير فرقها بعلمك مولانا بقى يقولي انا مالبس هدوم اللي ما اكون انت مفصلها لي بنفسك طب ايه رأيك بقى مولانا قال لي بعظمة لسانه انا مكانش تعبلي في الجزائر دي غير الحلاقة طب ليه يا اخوي بقى ما اعمل لكش اعارة وخدك معاه الله يحبكو ما كل واحد ينمي مثاله خلي الليلة اتعدى على خير دا جيت يا عبد الرحيم السلام عليكم يا ام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتخرت ليه كده يا عبد الرحيم معلش يا ام اصلا حصلت في البلد حاجة كده حصل ايه يا والي بقى لله يا ام في مين خلى هنية ومشيك زغلول عمتي هنية إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما داهم إلا وجه الله سبحانه وتعالى بس دي ما كانش بتشتكي من حاجة من أردى الصبح وانا في الغد براعي الزرع بتاعتنا فجيئني الحج سليمان بالخبر دي استغفر الله العظيم طب قولك ايه يا عبد الرحيم خلي سيتك تنامي لله دي كويس بكرة الصبح بقى يحلها ألف حلال ايه يا ام بس أبويا لازم ياخد خبر بالحكاية دي من الوقت العنى عليه في البلد هو ما سابش نمرته في أسيوت لا بس هو قال أول ما خلص تسجيل هاجي على طول تلاقيه ان شاء الله جاي في السيكة ايه دي يعني هيجي من أسيوت المهاردة وبكرة سافر ده أدوس أبويا حمل الحاجات دي يا ام بكرة لا بعد بكرة ان شاء الله حروح انا وهو عشان يا ابن نقدم الواجب ده واجب برضو الله يرحمك دي كان ستة طيبة قوي واشوف ناش منها لكل حاجة حلو ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم يعني الشيخ أمين الشعرون ما جايش جايز ما يعرفش ما يعرفش إزاي ده ابنه كان هنا ولسه ماشي يا جماعة يا جماعة الغايب حجته معاه ومحدش عارف الظروف أصلي أنا أقول لكم الحكاية هو فيه شوية كده يعني بينه بنزلولة فاند ربنا هدي نفوس يقوم ما يجيش العزة لا 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 أمين الشعراوي صاحب واجب وما يعملش الحكاية دي أبدا بقول إيه يا أبو سامي يا أخي أما تقعد كده تستايح يوم ولا يومين وبعدين إن شاء الله سفر بالسلام ما يقدر على الجدرة لربيني إزاي بس يا أمو سامي بكرة إن شاء الله فاطمة وجوزة حيجي يقدم عنا اليوم كل وبصراحة بقى فاطمة بتقولي أبويا وحشني جاوي بقى لي مدة ما شفتوش والله هي كمان وحشاني جاوي بس فيه أصول لازم بتتعمل أصول إيه يا أبا هو عم زغلول ديه يعرف الأصول أنا بصراحة كده كل ما بروح البلد بسمع كلامي آما بس ما برضاش أقول لك أنا بابعملش الأصول عشان زغلول ولا عشان غيره أنا بعمله لنفسي يلا ومشوف لنا العربية أجرة تردينا البلد إيه ديه الليلة يا أبا ما ده مواجب ما يصحش نتأخر عنه إيه يا أبو سامي بس هتروح فين دلوقتي ده إحنا في نص الليل أراجح بكرة في البلد إن شاء الله بقى لي مدة مروحتش البلد هه يلا على بان مغير هدومة يا أخد حمامتك وين أنت جبت العربية إيه قالت يا أبو سامي فيك إيه فيه يا أبو مفيش حاجة الأزمة تعديق النفس اللي بتيجي وتروح ديه على طول يلا يا جدع ما تضيعش وقت لا ما تروحش مفيش صفر لدي يعني مفيش صفر ومحنة يا أخوها لجيناك قطة الخيرك يا صفي مع ابنك معانا بنت الناس دي المرحومة كانت غلي علينا كلنا أهو الشعراوي يا سيدي مجاش العازة يمكن معرفش ليس بقى يعني ابنه لما رجع ماصر ما قالوش تلاقيه مالحقش إيك مالحقش إزاي باش ده وزارة الأوقاف جاءت كلها عن بكرة أبيها لم يتغيب أحد كلهم جوا من ماصر يا زغلول شلوا من دماغ يعني هي مجيته كانت حتزود ولا حتنقف ما قاف لو عزم كان متزعف التليفزيون ينجه من بدري وقف قدام الكاميرات كده ولفح الكاميرا وعملش شوية بتوع لكن معلش هو تلاقيه بقى قالك يا قد لما تروح البلد بقى بالصدفة يبقى فوت عليه في أي وقت وعزين لكنني بقى مش حابة منه عازم بقولك يا زغلول شلوا من دماغك قوم يا أخويا قوم ارتاح لك شوية انت تعبت قوي النهار خشوا قوي السلام عليكم ورحمة الله إنا لله وإنا عليه راجعون فضل جرب بس المراد فوزي ده مطرب كوي بيغني في أحسن كزنه في مصر أنا مش فاهم بس انت مستعجل على إيه أنا مش مستعجل ولا حاجة بس بنقولني رايح شوية فايد قبل ما أروح الحفلة حفلة؟ حفلة إيه؟ يا ابني الفاصيلة بتاعتنا عليها الضوء وهي حاجة تفكي عني وعني لا يا عم روح انت أنا ماليش في الكلام الفاضي ده ده اللي بيقوله أحلى فرجة في مصر جايلنا النهاردة عارف فرجة مين؟ فرجة بضوء السلام عليكم وعليكم السلام أهلاً أهلاً ده إيه المفاجآت دي؟ أهلاً وسهلاً أهلاً بيك يا شيء فقطو عزيزة يا شيخ محمد انت إيه حكايتك يا دكتور؟ إيه؟ استمنعتك تجيني بعد البرنامج بتاعي ولا حتى تكلمني في التليفون وإنت ولا إنت هنا إنت ما شفتش البرنامج ولا إيه؟ لا إزاي؟ شفته بس آه أعذرني مفضتش من يوميها بس لله انت ابن حلال طول عمرك النهاردة بالذات أنا كنت هنا وجيه لك بعد العيادة طمين دي الأول أخبار البرنامج إيه؟ إيه؟ يعني مش عارف؟ الحقيقة ناس كتير شكرت فيه خوفت تكون مجاملة قلت تطمن منك لا لأن تكنت ردودك يوميها مقنعة جداً لدرجة إن اللجنة العليا للتحاد الاشتراكي اتصلوا بالتلفزيون يبعث لها تسجيل الحلقة ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلبهم ما هو أغلب أعضاء اللجنة العليا شافوا البرنامج موسطين جداً بس هم عايزين التسجيل لحاجة تانية أهو أنا بقى خايف من الحاجة التانية دي تلاقيهم حيبعتوها أمن الدولة ولا المخابرات يطلعوا فيها القطط الفاتصة لا يا ريت على قد المخابرات ولا أمن الدولة ده هيبعتوها لريازة الجمهورية بيقولوا لك الرئيس لازم يشوف البرنامج ده عبد النصر؟ إيه المناسبة؟ أنت مش عارف أنهم دلوقتي بيعيدوا النظر في تنظيم الدولة عشان إزالة أثار الأجوان؟ من ناحية العسكرية حطوا قيادات جديدة أما من ناحية السياسية فلسه بيدوروا على كوادر جديدة اختاروك منها أنا؟ هيعملوا بيه إيه يا خوي؟ لا ما هم عندهم عنك فكرة قديمة بس البرنامج الأخراني سبت الفكرة دي عايزين نعمل إيه يعني؟ عايزينك تمسك أمانة الفكر في الاتحال الاشتراكي شايفينك أقدر واحد ع الإقناع واكتزاب الجماهي هيه 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 الفكر الاشتراكي ملقوش غيري أيه يا سيدي بقى حظوظ وصلت على الله تبقى تفتكرنا بقى وصلت الفهم أنا أبقى مسؤول على الفكر الاشتراكي بس عبد الناصر في إيده والأمر والنهي الحكاية تمشي انا شايف كده عنها ما مشي انا مش عايزها تمشي بقولك ايه من دلوقتي تقولهم ان انا مش موافق انا في اعارة في الجزائر وجاي اجازة ورجع الاعارة تاني يخدمني في ديها دكتور محمود ما ينفعش حد يخدمك ماهو لو عبد الناصر وافق على ترشيحك هيحددولك معاد معاك طب و بعدين ولا قبلين ابقى روح اقول لعبد الناصر اللي انت عايز تقوله كل ما تقابله ربنا يسطر شخبا يا اسلام من هنا ورايح انا يا اخوي حاسمع كلامك في كل اللي تقوللي علي اه وان خليفتك في اي حاجة بعد كده يبقى لك حق تزعل مني لما واخذة هنزل اجازة اجازة؟ خدها قبل مطلوبك ساعة واحدة والقاعدة على طول وافقله عليها اصدلو بقاله مدة كبيرة منزلش اجازات يا ابا ما تكبرش كل حاجة و احنا هنزعل في الوحشة والكويسة دي شغلانة مركزها كبير جون اي واحد يتمنى بس مش انا ليه يا ابا؟ مش عارف ليه يا سامي؟ مش عارف ليه؟ انا ابقى مسؤولة عن الفكر الاشتراكي واطلب للناس يؤمنوا به حلوة قوي ابطل بقى تفسير كتاب الله ودرس لنين وماركس انت تحاول تركز على الجوانب الايجابية في الفكر الاشتراكي وهو لو فيه ايجابية كان البلد حصل لها اللي حصل انا مش مختلقة بالكلامنا ولا ها اقتنع بيه ابدا عندنا منهج سماوس ربنا وضعه لنا عشان نمشي عليه وهو ده اللي حيصلح حل البلد خلاص يا ابا قل لهم الكلامت اقول لي مين ومين حيسمع دول لسه متعلقين في الاتحاد السوفيتي عشان يحررهم سينا دي مرحلة موقاتة فرضتها الظروف يا ابا موقاتة ولا مؤبدة دول مسكين يبني في حبال دايبة انا بقى دعية للفكر الاشتراكي اضحك على نفسي ولا اضحك عن ناس ايه يا مسامي شكت ليه؟ ما تقولي رأيك انا يا اخوي عارفك وحسب اللي جواك كويس بس حاول ايه؟ انت عارف عبدالناصر مش ممكن نكلفك بحاجة زي ديه وتقول له لا لا دي ما تفكرش فيها خالص انت واجع معاهم من ايام قانون لزع وبعد كده جاك حكاية صلاة الشكر بتاعت النكس ودلوقت يقولولك ايدك معانا ما توفقش ايوا يا ابو سامي احنا خايفين عليك عبدالناصر مش سهل سهل ولا صعب لا ايه يعني لا ما عنديش حل تاني طب انا عندي فكرة يا ابو الموضوع ديه المفروض انه محدش اتكلم معاك فيه رسمي يعني المفروض انك ما تعرفش حاجة عنه هيشتقول ايه يا عبدالرحيم انت يا ابو تاخد بعضك وتسافر عالجزائر جاب لأجازتك ما تخلص ولما يعوزوك ويطلبوك يلقوك مسافر وهو التذاكر معاي والتأشيرة مش حكاية هو لايز بس الورقة الصفرة اللي بنتلع بها من المطار بكرة ان شاء الله اروح اسلم على فضيلة شيخ لازهر واخدها مني انا ما قدرش اقديلك الشهادة دي ليه يا مولانا انا لسه في الاعارة وعايز اسافر انت قبل ما تجيلي بشوية مكتب الرياسة اتصل بي هو وعايزيني حددولك معاد لمقابلة الرئيس جمال عبدالناصر الاسبوع الجاي يعني خلاص الحكاية توافق عليها انا لسه كنت حبعد لك وهم عايزيني ابلغك بالمعاد ده علشان ما تسيبش القاهرة اليومين دول استغفر الله العظيم مكتب الرياسة ما قليش الرئيس عايزك ليه بس انا حاسس كده ان فيه حاجات كويسة ان شاء الله واريد بقى تقدر تكلموا عن تعديل قانون الازهر اللي اتناسها خالص المعاد الاسبوع الجاي ده على طول انا اديتهم رقم الالفون وهم حيتصلوا بيه قبل المعاد نوصلت لحد البيت عنده كان نفس اشوفها اولي وفي نفس الوقت مش اعايز بدلت رايح جاي قدام البيت مش عارف اعمل ايه في الاخر قلت اجا شورك اعم الشيخ انا قلت لي خليك وراها وخلكني وراها وبرده رجب الدماغ طب قللي يا اسلام اللي بتعمل امك ده اكبر ولا الكفر بالله وترد علي ليس بعد الكفر زم انا قلت لك قبل كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لا كل اللي مزعان يا عم الشيخ انها ما بقاش فيها رجب كل مادة كل ما بتزيد اكبر ادعي لها يا ابني ربنا يتوب عليها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم انتوبة من عنده سبحانه انت فاكر عم الشيخ لما انت رحت لها الهرم واتفاجئت بان الكازنة بتاعها ايوة اظن حاجة زي دي كانت تردها العقلها تعرف ايه اللي حصل بعد كده هدت الكازنة وراحت موسعها وقامت جايبة كمان فرقة من برا وبدل ما تبقى مستحية من اللي هي بتعمله لأ بقت تنشر اخبار في الجرائج عشان اللي ما يعرفش يعرف هي الحقيقة يا ابني جات هنا كم مرة عشان تقابلني بساني ما قابلتهاش تقابلت تقولها ايه بس يا عم الشيخ ده انت ريك نشوف معاه افلت فشها باب التوبة يمكن لو كنت فتحته كانت دخلت منه انت بتلومها يا ابني بس اني كمان لازم انوم نفسي وما ابرق نفسي ان النفس لأمارة بالسوق تلوم نفسك تلوم نفسك على ايه يا عم الشيخ انت مأثرتش معاه خالص ويا ما كلمتها الداعي الى الخير ده بيطلب حاجة كبيرة وصعبة ولازم يصبر عليها اللي بيزرع الفجل بيستنى الطرح بعد اسبوعين انما اللي بيزرع النخل لازم على الاقل يستنى خمس سنين الله يسامحوا زغلول بقى هو اللي وضب الموضوع ده بطريقة كده اغضبتني والبني ادم لما بيغضب ما بيفكرش كويس بصدك يعني ان انت غلطة الداعية انه يفقد الامل بسرعة ويستعجل النتيجة لكن ربنا بقى بحكمته ورحمته وعد خلقه بالمغفرة قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفل الذنوب جميعا وسمى نفسه تواب يعني يتوب على البني ادم مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان العاصي يلاقي الفرصة ويتوب سبحانك يا رم عندكو في المعسكر لما الواحد بياخد قرنيك زنب مرة واثنين وعشرة بتسموه فائد مش كده احيو عم الشيخ ساعتها بقى ما بيهموش ويعمل ما بداله ربنا بقى مش عايز حد من خلقه يبقى فائد عايز يبقى عنده امل فرحمته وعفو روح يا اسلام يا ابن روح لومك بالرها ونصح بالمعروف واصبر عليها مين عارف ممكن ربنا هيهديها على ايديك موسيقى 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 خلاص يا أبا بكرة معادك مع الريز الحمد لله اللهم بلعت راضي مالك يا بي بتكوح ليه يا أمين بك إيه يا بوسامي حكاية دقي النفس اللي تتيجي وتروح كل شوية هاتلي البخاخة من جوا عبد الرحيم حاضر يا أبا سلامتك يا بمعي سلامتك ألف سلام يا أخوة أنت من يوم ما رجعت من الجزائر حتى ما حاولتش تروح للدكتور عصامه عشان يشوفك حيعمل إيه يعني يا أموسامي أهو كل ما روح له يقول لي ما تزعلش نفسك ومش بإيدي لا يا أمين لازم تروح له ده دكتور شطر جوي أنا ارتحت على الدواء بتاعه أما نخلص بس من المشكلة اللي إحنا فيها دي صحتك يا أبا جاب لكل حاجة أعمل إيه عبد الرحيم أديك شايف من يوم ما رجعت من السفر وإحنا في مولد نخلص من حكاية ندخل في حكاية تانية أما نشوف موضوع مقابلة عبد الناصر دي هترسي على إيه أنت لازم تقول له أنك هتمسك أمانة الفكر الاشتراكي وبعد شهر ولا اثنين تبقى تجدم الاستقالة ما عودش فيها ساعة واحد أنا أدول الفكر الاشتراكي أروح في من ربنا وكمان ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك لو قلت العبد الناصر لأ مش هترسي على خير استغفر الله العظيم أديني بقى لي كم يوم بدع في صلاتي ربنا يخلصني من الورطة دي له في ذلك حكم هتتحل بإذن الله هتتحل بس أنت ما تجعودش كده تاكل في نفسك إدعيلي أنت بس يا أمو دعيالك يا ضناي خلوه إيه هو موجود تلفون عشانك يا أبو سلام عليكم أهلا وسهلا كده؟ لا 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 أبدا دعال قوي كده إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أقوم أنا أصلي ركعتين شكر لله يتم نعمته علي ويطلعني من الورطة دي أمين 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 يا رب العالمين أمين أمين بارك لنا في الطيبين أمين أمين كلمصلحين الصالحين أمين أمين ودمر خطة أهل الكتاب أمين 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 تحنينا من شبل العزاب أمين أمين وحسين قدام المثمنين وحسين قدام المثمنين أمين 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 أرزقنا تاني بشيخ جاليل أمين أمين يكون سند ويكون داليل أمين أمين بسماحي في الوجه الجامل أمين أمين تهدينا للخر أجمعين أمين 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 ترحبك يا عظيم أمين أمين على سنة النبي الكريم أمين أمين تجمعنا جنات معين أمين أمين متوحد وموحدين لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا